اشتركوا في القناة قلنا من جملة ما قال الداعي وأنه توسل بذمة الإسلام وأيضاً يعتمد بحرمة القرآن الكريم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله والتقرب إلى النبي كان فيه لون آخر نحن تكلمنا في الأمس عن أمية النبي صلى الله عليه وآله الآن الموضوع السابق انتهى نتكلم عن كيفية التوسل يعني بهذه الأشياء التي جعلها الداعي كأنها مقربات إلى الله تعالى حتى يغفر الله جل شأنه ما تقدم من الذنوب بعد أن اعترف الداعي أن هناك مجموعة من الخطايا والذنوب قلنا حالة الأمل عند المذنب لابد أن تكون خصوصاً مع سعة رحمة الله تعالى وطبعاً هناك أمل كذوب وهناك أمل صادق الأمل الكذوب أن الإنسان يأمل بلا عمل مما يجعل بعض أعمال تكون في خدمة الشيطان والعاذ بالله فهذا يرجو الآخرة بلا عمل وهذا منه عنه وهناك أمل صدوق بمعنى أن الإنسان يعمل ويأمل أن هناك عمل صدر وهذا العمل قد فيه غش قد فيه خلل قد فيه عيب لكن الله تبارك وتعالى طلب مني أن أعمل فأنا عملت فهذا العمل يقارنه الأمل والأمل ناشئ أيضاً من صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه اللي هي قوامها كما قلنا في هذا الدعاء قوامها هي الرحمة والرأسة فالإنسان يأمل مع العمل حتى يكون هذا الأمل أمل صادق مبني على أشبه بأمل المريض في الشفاء إذا كان المريض لا يأمل الشفاء سيزداد مرضاً يعني بالإضافة إلى المرض الظاهري مرض نفسي وأنه كأنه نسدت الطرق أمامه ولذلك الله تعالى نهانا عن اليأس بل جعله ليأس من الكبائر لأن الله تعالى يغير الأشياء يبدل الأشياء وجعل قوام ذلك الثقة برحمته وأيضاً إنسان يتدارك بالعمل ويدعو والدعاء له شائنية عظيمة جداً ومن جملة الآن هو كلامنا كل هذا داخل الدعاء هذا الدعاء الشريف لاحظوا المطالب الهائلة الكبيرة التي فيه لا تصدر إلا من فم أهل بيت النبوة لاحظوا الآن ما تقدم قال اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك ثم قال وبحبي النبي الحب هنا منسوب للفاعل للداعي بحبي النبي يعني فلان زيد أحب الله الداعي هنا يقول إني أحب النبي صلى الله عليه وآله جعل هذا الحب للنبي وسيلة من وسائل الزلفة لله تعالى إذا نكمل العبارة بذمة الإسلام يتوسل بحرمة القرآن يعتمد بحب النبي يرجو الزلفة لله وبحب النبي أرجو أوصاف النبي أرجو الزلفة لديك أولا محبة النبي صلى الله عليه وآله من مكنونات النفس أن الإنسان يحب والمحبة تكلمنا سابقا يعني فيما مضى فيها مبادلة من الإنسان أو الجهة الشاعرة لها شعور لا يكفي في بعض الحالات أن المحبة تكون من طرف واحد لو أنت مثلا تحب الورود الورود ليس لها شعور التذاذك بالمحبة بالورد هو هذا ما دامت هناك وردة فأنت تحبها لك ميل لها فهذا محبة هناك ملاءمة مآمة بينك وبين هذه الوردة عطر من العطور فلان يحبه وفلان لا يحبه هذه الأمزجة بالنسبة للذي له شعور هذه المحبة قد تنفع وقد لا تنفع مثلا الإنسان يحب يحب الله هل يمكن أن محبة الله لا تنفع لا شك أن محبة الله تنفع يحب النبي صلى الله عليه وآله يحب الأم الهدات يحب العلماء يحب أبويه يحب أصدقاءه عندما نتسلسل بهذا المتعلق الحب في كل الفقرات قد هناك شيء موجود وقد هناك شيء مفقود مثلا الإنسان يحب صديقة ينتظر أن صديقه لا بد أيضا أن يبادله بهذا الشعور حتى يبقى محافظ على صداقته فإذا صديق لا يبادله بهذا الشعور تكون المحبة من طرفه ثم قد سرعان ما تنتهي تتبدل إلى غير المحبة ليس بالضرورة عداوة لكن ينتظر من الطرف المقابل أن يبادله بالشعور لكن عندما نرتقي إلى قضية أعلى مثلا أحد يحب أباه هنا الأب هو الذي ينتظر من الأبين تصديق هذه المحبة تقول لأبيك أني أحبك الأب لا يقف عند هذه الكلمة وإنما ينتظر عملا منك يصدق هذه المحبة فإذا الأب مثلا يؤذيه أن أنت تدخن السجارة مثلا فأنت تقول لأبيك أني أحبك لكن لا تلتزم بنصائحه لا تلتزم بتوجيهاته فهذه المحبة تبقى محبة ناقصة لأن لا بد أن تعزز بعمل يصدقه هذه الدعوة نأتي نصعد الآن في الرتب إلى أن نصل للأئمة الأطهار عليهم السلام نصل للنبي صلى الله عليه وآله نصل لله تبارك وتعالى محبة إلا مطلوبة للجميع لأن الله تعالى ليس فيه شيء لا يحب فعموما القلوب تنجذب إلى جمال الله تعالى وإلى بديع صنعه سال عندما يتأمل يخرج من المؤثرات الجانبية لا يجد إلا هذا البديع الهائل لله تبارك وتعالى فالإنسان ينجذب إلى الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله الإنسان عندما يتأمل في حياته الشريفة أيضا ينجذب إليه أنه كمال وبذل نفسه الشريفة وأتعب نفسه القدسية في سبيل أن تصل أو يصل الوحي إلينا على ما وصل إليه هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وآله لا شك ولا ريب أنها تؤثر لكن هل المطلوب فقط المحبة في داخل النفس بل السؤال الأكثر وضوحا هل أصلا تتحقق المحبة في النفس مع عدم الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله أو لا إذا كانت المحبة مجرد قول الإنسان يقول أني أحبك يا رسول الله مجرد قول هذا أي أحد يستطيع أن يقول يعني غير متوقف على مؤون زائد وإذا كانت المحبة حقيقة لا تتحقق بالقول وإنما تحتاج إلى حالة من السلوك وحالة من تصديق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله المطلوب في مسألة النجاة أن المحبة لوحدها قد لا تتحقق يعني صدقية المحبة قد يكون فيها إشكال لأن لا تجتمع لا يجتمع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لا يجتمع محبة النبي صلى الله عليه وآله مع المعصية ولذلك الآية الشريفة في آل عمران دقيقة جدا في هذا التعبير قال إن كنتم تحبون الله لاحظوا اتبعوني يحببكم الله يعني هذه المحبة لا تتحقق بلا اتباع لا تتحقق بلا سلوك معين ولذلك يعني دقة هذه المعلومة تحتاج دائما التذكر بعض الناس عندما يأتي يقول المهم ما في قلبك حتى وإن ارتكب الأفعال الشنيعة هذه الطريقة غير صحيحة بل لا يوجد لها أثر شرعي بالتعبير الدارج المهم قلبك نظيف ويرتكب الفواحش ولعضو ويرتكب المعاصي المهم أن يكون قلبك نظيف وما يمكن يكون قلب نظيف مع وجود المعاصي المعاصي هذه عبارة عن كلمة جوفاء ما الهواقع أن الإنسان كيف يحب الله ويعصيه ما تتحقق فالدعاء هنا لا يريد أن يكون دعوة الحب إلى الله تعالى وإنما يريد من الحب هو الحب المبني على عمل تصديق الحب ما هو تقول له أني أحبك وأنت لا تكترث بأوامر الله فأنت تعصي الله وتحب النبي لا تجتمع الله تعالى لا يحب العاصي أمير المونين يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة النبي أمرنا يقول لا تجتمع المعاصي مع المحبة هذا إذا موجود فهي موجود ضمن أذهان ساذجة وأذهان بسيطة قد لا تفهم حقيقة المودة وحقيقة الاتباع وحقيقة الحب فلاحظوا التعبير الداعي جعل للإسلام ذمة والذمم تعرفون لها قيمة هذا عبارة الذمة تأتي في موارد فقهية كثيرة تقول ذمتك مجغولة لي ذمتك مجغولة لله السنان لم يصلي يوم يومين لم يصم يوم يومين ثلاثة يقول له ذمتك مجغولة إلما مجغولة مجغولة لله تعالى فالله يطالبك بالقضاء وتارة أنا استدنت من كمالا على أن أرجعه بالشهر الفلان ولم أرجعه تقول ذمتي ذمتك مجغولة لي فانشغلت هذه الذمة هناك حق أما بعض الناس الآن عدتهم استعمالات عرفية أنا أشكل ذمتك مجرد أقول أشكل ذمتك الذمة لا تشكل ما لم يكن هناك حق حقيقي عند الطرف المقاب بمجرد أن أقول أني أشكل ذمتك الذمة لا تنشغل الذمة تنشغل هناك عمل لا بد أن تؤديه ولذلك حتى في بعض المعاهدات الشرعية مع أهل الكتاب بعض المعاهدات يقول هؤلاء أهل ذمة أهل ذمام يعني انحفظ هناك عهد بيننا لا بد أن يحفظ هذا الإسلام الدين الإلهي الخاتم الإمام يقول أني بذمة الإسلام فهذه الذمة ذمة ليست سهلة وإنما هذا الذمام والعهد والحق أمر كبير يستحق أن أتقرب إلى الله تعالى به والقرآن الكريم له حرمة وحرمة القرآن الكريم حرمة كبيرة ويحرم الآن الاعتداء على القرآن يحرم تنجيس يحرم تمزيق وهذه الحرمات الله تعالى جعل عليها حدودا قد تصل إلى القتل فهذه الحرمة وهذه الذمة عندنا شيء آخر أضافه الداعي وهو محبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقارن مع الإسلام ومع القرآن وجعل هذه المحبة بحيث هذه المحبة مقرونة ستكون من المنجيات ولذلك الداعي بعد أن أعطى الأوصاف قال أرجو الزلفة لديك الرجاء حالة من الطمع المشروع أنا أرجوك معنى ذلك أنت عندك شيء يرجى أنا عندي حالة من النقص والرجاء معقود بك أن أنت تكمل هذا النقص أو ترفع هذا النقص فالداعي مملوء من الذنوب فهو يرجو من الله تعالى شيئا وهو أن يتقرب له يرجو الزلفة ما هي الوسيلة الوسيلة هي محبة النبي صلى الله عليه وآله وهذه المحبة كما قلنا في آل عمران محبة النبي لا تكن بمعزل عن محبة الله ولا محبة الله بمعزل عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وإذا كانت هذه المحبة بها اتباع فاتبعوني حتى يتحقق أن الله تعالى أيضا يحبكم فتكون هنا المحبة من طرف العبد إلى الله ومن طرف الله تعالى إلى العبد النبي صلى الله عليه وآله بعض الوقائع مثلا في وقعة خيبار عندما أو الأحزاب عندما مر المسلمون بضيق والتهديد مباشر والحالة لابد أن ينتصر المسلمون وجرب يعني بعض الأصحاب جربوا أنفسهم ليس لهم قدرة على مواجئة العدو مواجئة العدو تحتاج إلى قدرة شجاعة وإدراك وإضافة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وآله فعندما قال سيعطي الرأي غدا لمن رجل أو شخص يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله الله تعالى ورسوله يحبونه وهو أيضا يحب الله ورسوله فإذا كان هو يحب الله ورسوله لابد أن يتقيد بما يقول له النبي صلى الله عليه وآله من خلال الله تعالى ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه من أفضل العباد لله ومن أكثر الناس طاع للنبي صلى الله عليه وآله لأن هذه مقرونة بهذه لم يسجل التاريخ إطلاقا أن أمير المؤمنين رادد النبي عصى النبي والعاذ بالله إطلاقا ولذلك حضى بهذه الحضوة الذي استحقها النبي رفعه يوم الغدير والكلام الذي كان في حقه سلام الله عليه هذه الاتبعية تولد هذه المحبة الله إذا أحب عبدا لا خوف عليه وذاك هذا اللفظ ورد في موارد أحب الله من أحب حسين موارد خاصة لأن هذه لفظة المحبة هي لفظة هدوء واستقرار وطمأنينة لا تمنح لأي أحد أما دعوة لإنسان يدعوها لا قيمة لها إذا لم تقرن بعمل ولذلك ذكرنا بخدمتكم في بعض يعني الأحوال في بالنسبة إلى النسبة يعني في الأدب الإنسان ينسب الشخص إلى تقول هذا كربلائي لماذا تنسبه إلى كربلاء لابد من وجود جهة نسبة مثلا هذا يزور الحسين كثيرا لا هذا كربلاء دائما يذهب إلى كربلاء أو ساكن في كربلاء يعمل في كربلاء فإذا قلت لك شخص كربلاء وهو لا يزور الحسين ولا ساكن في كربلاء ولا يعمل في كربلاء هذه النسبة غير صادقة غير صادقة فننسب نسبة معينة النسبة تحتاج إلى نسبة وناسب ومنتسب إلي الآن عندما أقول أنا حسيني أو أنا محمدي أو أنا إلهي معنى ذلك أنا أنسب نفسي إلى سيدة شهد أو أنسب نفسي للنبي صلى الله عليه وآله أنا علوي أنسب نفسي إلى أمير المؤمن إلهي أنسب نفسي إلى الله تعالى هذه النسبة لا تتحقق بمجازة أنا أنا أقول لابد الجهة الثانية التي نسبت نفسها هي أن تصدق النسبة إذا جهة الثانية لم تصدق النسبة ما فائدة نسبتي أنسب نفسي الآن إلى عشيرة اختار عشيرة وأنسب نفسي عندما يأتون إلى رئيس العشيرة يقول هل هذا من يقول أنا لا أعرف ما فائدة نسبتي للعشيرة وصاحب العشيرة لم يصدق نسبتي ليس هناك فائدة في ذلك كل مجرد كلام لا طائلة تحت كذلك عندما أنسب نفسي إلى سيد الشهد ليست القيمة بنسبتي الفائدة الحقيقة أن الحسين يصدق ما أقول أمير المني يصدق ما أقول الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله لفظة المحبة الجهة التي نسبت حبي لها تصدق لي هنا الداعي محرز هذه القضية قالوا بحبي النبي صلى الله عليه وآله الأمي القراش التهامي إلى آخره بهذه الأشياء أنا أرجو الزلفة لديك أنا أتقرب ونعمل وسيلة أن الإنسان يجعل على كفه محبة النبي صلى الله عليه وآله وعمل وسلوك يتقر فيه إلى الله تبارك وتعالى فكأن الداعي يبحث عن أي منفذ يرضي الله تعالى يغفر له ذنبه الله تعالى لابد أن يستعمل وهذه مهمة لنا بالنسبة لنا مهمة جدا أن الإنسان لا تصل الحالة أن يصاب بالإحباط أو بالقنوط كما مر في حال إذا الله تعالى تأخرت إجابة الدعاء أو الله تعالى غلق هذا الباب الله لا يغلق الأبواب إذا غلق بابا فتح مئة بعض الناس مثلا في مواطن الاستفتاء حول الرزق يسأل سؤال رزق رزق فيه شبهة عندما يجاب أنه الأفضل تتجنب رأسا يقول هذا رزقي أي طريقة غير صحيح الله تعالى الله تعالى لا يجعل رزقك في شبهات وحرام أن تقاصر عن فهم ما يريده الله تبارك وتعالى الله لا يغلق الأبواب الله إن غلق بابا للحرام مثلا فتحمي أتباب للحلال وأنتم تعرفون أن الطيبات واللذائذ الحلال والمكاسب الحلال أكثر من المحرمات جزما فإذن نرجع على السلوك العام أنه بحب يقول النبي صلى الله عليه وآله أرجو الزلفة لديك قال فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك لا توحش استئناس إيماني الوحش الإنسان قد المعنى واضح ويستعمل في كثير من الأمور معنى الوحش حالة من القفر نفترض الآن أرض جرداء نقبل عن أرض وحشة يعني أرض قفرة ليس فيها ما يونسك لذلك البعض يقول الليل الليل هو عبارة عن أنس المستوحشين ووحشة الأنس مقصود أنس المستوحشين الذين لا يحبون أن يعاشروا أحدا أنتم حالة من الإنكماش لكن حالة الإنكماش كأن هذا إصدال الليل يجعل الناس متفرقة يعني هذه اللمة كل من في حالة فهو ليس له هذه الرفقة أمير المؤمنين عليه السلام عند تعبير متعلق بالليل قل إني لا أأنس بالليل ووحشتي هذا تعبير خاص لأمير المؤمنين عليه السلام وكأنه هذه الوحشة أنا أستأنس بها لارتباط بالله تعالى فهذه الألفة قد تشغلني لكني في الليل الناس كل من يذهب إلى حال سبيلة أنا أيضا عندي أهد ووعد مع الله تبارك وتعالى معنى آخر أمير المؤمنين يعني تحدث عن حال من الرقي العالي الداعي هنا ماذا يقول تعبير أيضا بلاغي يعبر عنه يقول ولا توحش فلا استئناس إيماني استئناس الإيمان المؤمن بأي شيء يستنس يستنس بالله تعالى يستنس بالله تعالى يستنس بأولياء الله تبارك وتعالى إذا لا الله موجود ولا أولياء الله موجود أصبح القلب والإيمان أصبح قفر فلا فلا تسلب الإيمان مني وتجعل قلبي قلبا متوحشا يعني قفرا أشبه بصحراء لا ماء فيها ولا نبت هو قلب أشبه بالصخرة وهذا يبتلى فيه الناس أن قلب قاسي جدا لا يحركه شيء وهذا القلب القاسي قطعا يتضرر صاحبه في موارد العبادة سيأتي من كلام الإمام عليه السلام في بعض الفقرات لا نريد أن أقفز على القضية لكن فقط للتنبيه لاحظوا بعض الفقرات يعني الآن باقين لكن أنا أقدم شيء قال من جملة ما قال قال وأعني بالبكاء على نفسي ثم يتحدث بمجموعة من الأشياء هذه وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري ثم يقول فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي إلى آخره سلسلة طويلة عريضة من البكاء من طلب البكاء فالقلب الذي يكون كالصخرة قطعا لا يخشع لا يتفاعل لا يبكي القلب المؤمن هو القلب الذي يتفاعل والبكاء أحد مصادر العمل عمل الإنسان مصادر طلب العفو عملا وأحد مصادر القوة عند الإنسان كلما كان العبد بكاء إلى الله تعالى ومن الله كان قويا مع الناس كلما كان العبد جامدا مع الله تعالى لا يبكي لا يتفاعل يكون خائفا من الناس حالة البكاء إلى الله فيها شيء آخر إنسان يكون قويا ما دام ملتصقا بالله والبكاء أحد العوامل الصادقة خصوصا إذا لم يره أحد لا رياء يتصور ولا حالة من العجز تتصور بين وبين الله أما الإنسان الذي يرأي والعاذ بالله هذا ليس له نصيب يعني التذاذ بالعبادة لا يعرف يقول أحدهم ويبدو يعني يتحدث عن نفسه بعد أن شعر بتصرف غير صحيح دخلت إلى المسجد خالة من الله كأن الخشوع أصبحت عندي فبدأت أصلي وأنفع هناك سمعت كأن الباب المسجد خلفه سمعت فتحة باب فجاء عن الشيطان سأخشى أكثر إذا كملت يقول تفت وإذا جاء هذا كل بدخلي إلى المسجد فتحة الباب لم تكن من البشر حسست أني عبادتي بالنتيجة أمام هذا الكل فبلحظة معين الشيطان سلب من التوفيق ذلك إنسان كما قلنا لا بد من أن يراقب نفسه دائما هذا إنسان يبدأ العمل صالح وجيد الشيطان ما يترك الشيطان لا يجري من ابن آدم ما يجري الدم يحاول أن يدغدغ يحاول أن يحرف يحاول أن كذا المراقبة أخواني شديدة جدا لإنسان يبدأ يراقب إلى الممات يعني لا توجد فترة للإنسان يقول انتهيت من المراقبة يبدأ يراقب إلى الممات حتى يموت على ملة صحيحة يموت في الموافاة يعني على ملة النبي صلى الله عليه وآله وآله وهذا الموت حق يعني الموت يطلبنا لا نعلم متى تأتي الساعة والإنسان يوطن نفسه قدر الإمكان كل يوم جديد إنسان يوطن نفسه على أن يعمل عملا صالحا ويطلب الإعانة قطعا من الله تعالى فيقول الداعي هنا ولا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك واقعا هاي العبارة ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك دلال على الإنقطاع كل ثواب لغير الله منقطع حس الله تعالى يثيبنا على عملنا على نحو الجزاء أو على نحو التفضل هذا مطلب أخر علماء الكلام اتهم كلام في هاي النقطة أن هذا الثواب اللي حصل العبد مقابل أي شيء لمقابل عمل فالله مقابل عمل أعطاه أعطاه صحة وأعطاه في الدنيا ورزق وكذا أو مقابل مو العمل يعني مو مقابل هذا الجزاء وإنما وإنما تفضل من الله تعالى الله يتفضل بالنتيجة اسمه ثواب الله يثيبنا على ذلك استفضل علينا أو هو جزاء العمل مقابل مطلب آخر هذا علماء الكلام يعني أخذوا مساحتهم الواسعة فيه لكن كل ثواب لغير أو صدر من غير الله تعالى هو منقطع لا قيمة له فهذه النكتة نكتة دقيقة يقول لا تجعل لاحظوا لا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك لأن الذي يعبد سوى الله تعالى ما هو ثوابه ثوابه تحقق بعمله أما الآخر لا شيء عند تقول أين عملي يقول أي عمل الذي عملته في الدنيا قال هذا ليس لي وإنما أمت رأيت وعبدت زيد من الناس أين زيد من الناس روح خذ جزائك منه زيد من الناس في تلك اللحظة يتبرأ من كل من عبده يتبرأ منهم وهو بالنتيجة تجده في قعر جهنم خصوصا الذي يدعو الناس إلى عبادته فإذا كان من جنس العاقل يكون فيه جهنم جنس الأصنام يقوده الناس والحجار فلا يوجد شيء فهذا الثواب الذي ثواب من عبد الثواب أصلا لا يوجد شيء كالسراب إنسان في السراب يتخيل شيئا ويندفع يعني يمارس عمل ويندفع إلى السراب وقد يحث الخطى للسراب لكن لا جد شيء الذي يعبد سوى الله تعالى هذه نتيجته يحث الخطى ويمارس عمل لكن ليس له شيء أصلا فلا تجعل يا إلهي ثوابي ثواب من عبد سوى إشكال قطعا الإنسان الموحد لا يمكن أن يعبد غير الله تعالى موحد لا يعبد غير الله تعالى فإقحام هذه الفقرات قد يراد منها الأصنام في غير محلة الإنسان لا يوجد يعبد صنم معه وتوجه إلى الله تعالى وأتعب نفسه وبدأ بالتوبة صحيح هذا الكلام لكن المسألة ليست في عبادة الأصنام أرجو أن نلتفت لها دقة التعبير تعبيري يقول لا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك يعني لا تجعل عملي هذا لا قيمة له الذي يعبد سوى الله تعالى لا قيمة لعمله هو بمقدار الدنيا ستين سنة هذا أخذت أنت يوم القيام لا شيء عندك ثواب منقطع لا تجعل ثواب في الآخرة ثواب من عبد ثواب يعني لا تجعل ثواب منقطع مع أني قد عبدتك لكن قد أنا في عبادتي غفلت قد أنا في عبادتي سهوت قد أنا في عبادتي أشركت شرك نعمة مو شرك عقيدة وأكثرهم للحق كاره فهناك بالعبادة أو بالتوكل أو بالطاعة قد ما يضعف حالة الإقبال قدنا روايات كثيرة كما قلنا في بعض روايات الصوم كمن صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش حديث عن أمير المؤمنين ليس له من صيامه ليس له من صيامه على نحو السل وهو مع صائم لماذا لأن لذة الصوم قد لم يدركها سن في أواء لبلوغ قد لا يفهم القضية في سنة ثانية ثالثة قد سبعين سنة وهو لا يفهم القضية لأن لم يتعلم لم يقرأ لم يطلع لم يتفقه من أين يعلم كل رمضان في كل سنة نفسه بالنسبة إلى وهو يحسب إن كان في الشتاء أو كان في الصيف همنا الأكبر أن نحسب الفصول لا قطعا لا نستفيد من شهر رمضان أما الذي يطلع على شهر رمضان خصوصية ودعينا فيها كما قلنا إلى غرفة الله قطعا يستفيد فائدة جمع فهذا جعل نطلب من الله أن لا يجعل ثوابنا ثواب من عبد سواه نعم هذا طلب راجح أن الإنسان يطلب من الله يدعو الله تعالى لا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك وإنما أريد ثوابي ثواب من عبدك لأن ذيل الدعاء يكمل وهو فإن قوما إذا يسح الوقت قال فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم باعتبار الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكفي الإنسان أن يحق دمه في قلب لا نعلم لكن هو حقنا دمه بماذا بهذه العبارة التي لا تكلف الإنسان نصف دقيقة قالها المهم قالها ماذا أنتجت هذه الكلمة حقنا الدم ليس لنا من حق أن نعتدي أن نضربه أن نقتله فهو دمه محقون معصوم الدم يعني ممنوع الدم ممنوع حد يسفك دمه قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا تحققت حصانة الدم احتقال الدم تحقق في قلب لا نعلم يقول وإن آمنا بك بأرسنتنا وقلوبنا هذا الأمل هناك كانوا ليحقنوا دماءهم نحن آمنا بأرسنتنا وقلوبنا لتحفو عننا وأن تلعفو قال فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إلى آخره ثبت الرجاء الرجاء هو كما قلنا الأمل المشروع بالعمل بعض الروايات يعني ملخصة أو فحواها يقول أنه أنت ترجو من الله تعالى شيئا كن لما لا ترجو أرجى منك لأن ترجو اجعل أملك أكثر من ذلك فإن موسى بن عمران ذهب يقتبس نارا فعاد نبيه تبين ضخامة الرجاء الله تعالى هو ليس بخينا والله ليس تفنى خزائنه الله يسأل الله يعطي من يسأله ومن لا يسأله لابد الإنسان يكون عند أمل بالله تعالى فهذه الأشياء العبد يطلبها من الله ناس آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم فتحقق هذا الأمل فأدركوا ما أملوا أما نحن آمنا بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عننا لحظة تعليم تعفو عننا فكان عندنا لسان لسان يذكرك وقلوب قلوب أيضا ذكرك حتى تعفو عنه ماذا نريد اللهم أملنا ما نريده فأدركنا ما أملنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجائك في صدورنا تثبيت الرجاء في الصدور أخواني مهم جدا إنسان والعذو بالله يمر بذنب يزعزع رجاء في القلب لابد الإنسان يبقى رجاء بالله تعالى لأن الرجاء أحد مصادق الرحمة وقلنا أنه الرحمة والغضب يتسابقان ودائما الرحمة تسبق الغضب نحن في هذا الشهر المبارك يعني وصلنا إلى ختام ما أردنا أن نكون بخدمتكم إن أبقان الله تعالى للسنين القادمة أو لظرف آخر ونحن في مغادرة هذا الشهر المبارك لم يبقى فيه إلا أيام معدودات أولا نسأل الله تعالى برحمته التي ويسعت كل شيء أن يتصدق علينا بعفوه وأن يمنى عليكم جميعا بقبول الطاعات وأن يجعل هذه الأيام المنصرمة نعم الأيام لآخرتنا وأن نحظى بشفاعة سيد الكائنات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء فاطمة والحسنين سلام الله عليهما والتسعة المعصم وأن أيضا نكون تحت عناية ولي الله الأعظم الإمام المهدي سلام الله عليه لنرجو الله تبارك وتعالى أن هذه أعمال شهر رمضان قد كانت حاضرة بين يديه وأن يغض النظر عن سيئاتي أتكلم عن نفسي وأن يغض النظر عن سيئاتي وأقول له يا ابن رسول الله أنت كلك رحمة وكلك لطفة تجاوز عن أعمالي المخشوشة ونقدم الأمل أطار عليه السلام بين يدي حاجاتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على كل ما بدلتم وهذا اليومان أو الثلاث الباقيات لا تنسونا العبد الفقير بالدعاء نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من ناره وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الطاهرين سبحانه وعلى آله